قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ويمكن طبعاً بقالنا دلوقتي دخلين في الأسبوع التاني بنتحدث أو بنتكلم عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والاختبارات حالياً اللي هي بتقام وفكرة يعني مش هقول الضغط بس التوافد اللي برقم أو بعدد كبير جداً من قبل الأهالي والأطفال اللي هي أو البراعم اللي عايزين ينضموا أهليهم خليهم ينضموا للنادي الأهلي سواء في قطاع البراعم أو قطاع الناشئين حاجة تدل يعني على أن أنت منظومة كبيرة ما يجي لك ناس بالألفات يا كريم من كل المحافظات من الساعة 6 الصبح وقفين عند صور النادي الأهلي فرع مدينة ناصر عشان الاختبارات لولادهم علشان هما نفسهم يأمنوا مستقبل ولادهم علشان النادي الأهلي هو ده النادي اللي انت بتبقى حريص جداً على تواجد ولادك فيه منذ البداية على أمل إن شاء الله أنهما يبقى ليهم فرصة أو دور أو مكاناً بعد كده في الفريق الأول يعني مشهد أكثر من رائع سنة ورا سنة ورا سنة هنحاول إن شاء الله أن هذه المرة هو ممتدة لغاية الويك أند بإذن الله يوم الجمعة تحديداً لاختبارات هنحاول أن احنا نروح وتخلي كاميرا 10 صبح في الأهلي تكون متواجدة وننقل لحضراتكو بردستورة حية هناك اختبارات بتتم بشكل احترافي اللي يجي يقولك أصل ده خدوا ابن فلان أصل ده مش عارف إيك كلام ده مش عندنا في النادي الأهلي كلام ده ممكن يبقى في نادي تاني لكن احنا عندنا اختبارات حقيقية ويمكن كابتن بدر رجب كمان تحدث عن هذا الموضوع طبعا يعني كابتن بدر رجب زي ما احنا عارفين موهبة كبيرة جدا هو جاي من الإمارات وهو حاليا بيرقص يعني مدير الفني لقطاع الناشئين وهو أكد الكلام ده قالك احنا عندنا اختبارات بتتم وكذا اختبار مش اختبار واحد يعني ممكن الطفل ده كريم يعدي من اختبار الأولاني التاني لكن التالت لا يوفق فلا ينضم أصلا لناشئين النادي الأهلي ففي اختبارات حقيقية بتتم في قياسات معينة بيتم عليها الاختيار ان انت دلوقتي بتبني بعد كده للفريق الأول انت المصنع زي ما احنا بنقول اللي بعد كده بيفرغ ليه الفريق الأول ولو انت أسسته صح هتغني بعد كده النادي على ان هو يجيب صفقات بالملايين ان هو يلجأ ليه عقود احترافية وغيره انت ممكن يبقى عندك خلاص أبناء النادي وابن النادي ده كريم بيفرغ بشكل كبير جدا عن برضو يعني اننا اجيب حد كعقود احترافية وغيره مع ان لو هنتكلم برضو بنتشفة فيه ونتكلم نبقى فار في كلامنا معظم الناس اللي بتيجي بعقود احترافية لما بتنضم للنادي الأهلي هم نفسهم بيتكلموا ان هم لا يشعروا أبدا بان هم لا ينتموا لأصل النادي الأهلي وكمان جماهير النادي الأهلي بتحبوهم زي ما يكونوا من ولاد النادي الأهلي فعلا مش جايين فترة وحيسقفروا او حيغدروا ودي عداء مثلة كتيرة جدا حاليا عندك علي معلول كان عندك قبل كده بدر بنون وغيره وغيره من الأسماء اللي كتير الناس ارتبطت بيها هنا يعني علي معلول تحديدا دلوقتي يا كريم محدش بيقولك او حد يعتقل انه مش مصري يعني هو نفسه يوقات بيقولك في التصريحات بتاعته انا لا اشعر ان انا مش مصري هو في بلده هو عادي الفريق بتاعه او النادي الأهلي ده هو ده النادي اللي هو كناشق فيه ده حسب كلامه هو ده مش كلامي انا كنا لسه بارح من التكلم على علي معلول وكنا بنقول ان هو لا يقل مصرية عن اي حد مننا ويمكن يكون اكتر مننا كمان علي معلول طبعا يعني اكيد حالة استثنائية وفي محبة فظيعة من جماهير النادي الأهلي علي معلول وارجوع الكلام اللي كانت نهوانت بتتكلم فيه مع حضراتكم وفعلا ودي مش حاجة جديدة من قديم الازل وعبر اجيال متعددة ومتتالية دايما ابناء النادي الأهلي بيبقى لهم وضع خاص الناس اللي هي اتربت وشربت مبادئ وقيم وكل تفاصيل النادي الأهلي على فكرة البراعم دول والناشئين دول شخصيتهم كمان بتتشكل باخلاق النادي الأهلي وبطبيعة شخصية لعيبة النادي الأهلي دي حاجات بتبقى مهمة جدا 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 تعالوا بقى نروح لي ملف مختلف حبتين أفضل